في كتب السياسة وعلم الاجتماع ما زالت الديمقراطية تدرسه بالمفهوم الرومانسي القديم بأنها الكلمة اليونانية التي تعني حكم الشعب في هذه الحلقة نحاول بالتحليل مفهوم الديمقراطية ومدى التضبيق في محيطنا السوداني أهلا بكم مشاهدين في هذه الحلقة الجديدة من برنامج الواقعة ورحب بضيوفي الكرام الباش مهندس محمد خلف الله أهلا بك الله يكرم أيضا بالأستاذ محمد زكري أهلا بك أهلا بك كما أرحب بي الأستاذ شمس الدين دور بيت أهلا بك الله ويزداد الترحاب بدكتور كمال محمد الأمين أرحب بك الله أبدأ بالباش مهندس بداية مفهوم الديمقراطية وفق لي المصطلح المعروف بأنه حكمة شعب أو حكمة أغلبية كيف تنظر بداية إلى هذا المفهوم من وجهة نظرك؟ الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله بعد شكر الله الشكر لجميع الأساتزة والدكاتر الحاضرين والشكر لقناة البلد على هذه الاستضافة طبعا الديمقراطية زي ما عرفتها هي كلمة يونانية بمعنى ديموكراتيس من اللفظتين بمعنى حكم الشعب حكم الشعب بالشعب والشعب نفسه يحكم في مجال التنفيذي وفي المجال التشريعي طبعا في المجال التنفيذي ما ممكن الشعب كله يجي يحكم في المجلس الوزاري في الرئاسة إلى الآخر فيقصد بها المجال التشريعي يعني حكم الشعب بالنسبة للتشريعات الصادرة التي يتحاكم إليها الشعب وتاريخيا الديمقراطية أول ما بدأت بدأت في فترة ما قبل الميلاد في تاريخ الكلاسيكي في أثناء كانوا بيتواجدوا بيتمعوا في مجامع الأم يبت في شؤون الحكم بتاعتهم وكذلك وجدت في الهند واستمرت حتى دخلت أربا في القرون الوسطى بعد ذلك انقطعت طبعا تماما وانتقل للنظام الملكي وإلى الآخر ودخلت بعد ذلك في مرحلة التنوير وتم استدعاء مرة أخرى الصورة القديمة التي كانت موددة قبل الميلاد استدعاء الديمقراطية لكن بالديمقراطية غير المباشرة لأنه ما ممكن الناس كلها الشعب بكثرته بالعددية بتاعته تجتمع في مجلس برلماني واحد فوجدت الديمقراطية غير المباشرة والتمثيلية أو النيابية هذا كمفهوم إجمالي طيب بالنسبة لموقفنا من الديمقراطية بوجهة نظرنا عشان ذاته لحد إطار الحوار يكون كيف وكذا الديمقراطية زي أي منتج آخر غربي يعني سواء كان منتج فكري أو كان منتج صناعي أو منتج تقني أو منتج داري بتعامل معها على ثلاثة مستويات المستوى الأول المستوى الايدولوجي المستوى الايدولوجي اللي هو حكم الشعب في المجال التشريعي بمعنى أن الشعب هو مصدر التشريعات وده عندي كمسلم بيتعارض تماما مع المبدأ بتاع التوحيد الإلهي بأن الله تبارك وتعالى هو المشرع ولا يخفى عليكم إن الله سبحانه وتعالى نهى عن التحاكم لغير حكمه ومن لم يحكم من أنزل الله فولاك هم الكافرون فولاك هم الظالمون فولاك هم الفاسقون ثلاثة آيات في سورة المائدة وأن يحكم بينهم بما أنزل الله وأحذرهم أن يفتنوك ولا تتبع هواهم وأحذرهم أن يفتنوك عن بعض ما أنزل الله إليك ومن أحسن من الله حكما لقوم يقنون إلى غير من الآيات الكثيرة كأمثلة على ذلك مثلا الشعب يجتمع على إباحة الخمر غالبية الشعب صوتوا على حجاب معنات الخمر خلاص تبقى جائزة وإن كانت في الشريعة حرام الحجاب الله شرعه مثلا في البرلمان الفرنسي لا نحن ما دارين مرة تكون متحجبة لأنه ده رمز من رموز الإرهاب إذن هنا في إيجاب لما يعني حرمه الله أو تحريم لما أوجبه الله أو أحله الله فالنطاق ده نطاق يدخل في مجال الرفض في الديمقراطية بل هو في الشريعة الإسلامية بنص الله يده وكفر هذا المستوى الأول المستوى الثاني من الديمقراطية اللي هو مستوى بالنسبة لنا مقبول اللي هو القيم والمبادئ العامة البيتم الكلام حول خلف ستارة ديمقراطية يعني مثلا الكلام حول حفظ الحقوق حول محاربة المحسوبية حول مراقبة النظام الحاكم حول صلاحيات الحاكم الأمور ده هي أمور في الشريعة الإسلامية مقبولة بل ليست في نطاق المستحب أو الجائز لا في نطاق شنو الواجب في السياسة الشرعية وده مستوى التالي المستوى الثالث في الديمقراطية مستوى سكت عنه الشرع لا تكلم عنه بحل ولا تكلم عنه بحرمة ولا بإيجاب ولا بغيره اللي هو مستوى بتعينه الدورة الرئيسية تبقى أربع سنوات المستوى بتعينه النظام اللي داري للمؤسسة الفلانية يبقى دكيدا 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 ده سكت عنه الشرع فده ينظر فيه أهل الاختصاص ما رأوه مناسبا يقبله وما رأوه منافيا يفضل مناسبه النظرية ضيب شكرا جزيلا والتحية لمشاهدي قناة البلد ولأبناء الشعب السوداني كافة أبناء وبنات الشعب السوداني الأصل في الديمقراطية الأصل في الديمقراطية هي الكرامة الإنسانية البند الأول من حقوق الإنسان بيقول أنه يولد الناس متساوون في الكرامة لهم عقل ودمير بيها البند الأول وده مطارق تماما في تقديري لحديث سيدنا عمر رضي الله عنه عندما قال كيف استعبدتم الناس وقد ولدتهم مهاتهم أحرارة فالماسألة بتاعة الديمقراطية الأساس بتاعها هو الكرامة الإنسانية التي يولد بها كل إنسان في هذا الكون ربنا خلق الإنسان مكرم على بكرامة وهذا الموضوع بتاع الكرامة دي بيقتضي أنه لما تقول يعني الإنسان دي لديه عقل لديه عقل ولديه دمير كجزء من مكونات الكرامة فده يعني يقود مباشرة إلى قضية الحرية إنه هذا الإنسان لديه القدرة على الاختيار مدام هو عنده عقل ومدام هو له دمير فعنده القدرة على الاختيار عنده القدرة على التمييز بين الظلم دون مرجعية يا أستاذ شمس الدين يعني دون مرجعية الإنسان لوحده يقرر فيما يراه مناسب ويرفضه أم تكون هناك إيدولوجية وقوى علية تتحكم في اختياراته الإنسان يولد وله عقل وضمير هذه هي الأساس في الإنسان يعني الإنسان يولد بعقل هذا العقل هو أدابة على التمييز يعني أن إحنا كيف عرفنا الله سبحانه وتعالى عرفناه بالعقل معرفة الله سبحانه وتعالى بالعقل يعني هو من خلال العقل ديه يستطيع الإنسان أن يميز الصح من الخطأ يميز الباطل من الحقيقة يميز الظلم من العدل وبالتالي الديمقراطية هي حق هذا الإنسان في الاختيار وحقه في المشاركة لأن الله وهب عقل ووهب ضمير وأوجده في هذه الأرض بكرامة يعني هذه الكرامة متأصلة فدل أصل في الديمقراطية الحقيقة إنه ما حدث يعني حتى المراحل الأولى من الإسلام كانت فيها هذه الحريات موجودة يعني كانت فيها الحريات التعبير كانت فيها حريات المشاركة كانت فيها الشورى في البعث المحمدية وفي فترة الخلافة الراشدة هي البذرة الأولى للديمقراطية هي بذرة هي ديمقراطية ولكن تطور الشورى هذه تطور الشورى الإسلامية قطع انقطع بتحول الخلافة إلى ملك عدود والملك العدود هو استبداد هذا الاستبداد أوجد شكل مختلف من الإسلام أصلا يعني قطع التطور الطبيعي للإسلام لأنه أوجد مستبدين على مستوى الديني أوجد مستبدين على المستوى السياسي عدلوا في المفاهيم الأساسية للشورى إذا كانت الشورى تركت للتطور بتاع الطبيعي كما بدأت وكما مارسها الخلافة الراشدين السيدنا أبو بكر وسيدنا عمر في الطريقة بتاعت الاختيار بتاعهم وفي الطريقة الشورى اللي تمت بها مثلا اختيار الخليفة عثمان يعني لم يترك شخص لم يستشر حتى تمت تولية الخليفة عثمان دعا سنأدن هذه التفاصيل لكن المهم فيه أنه هذا المسار الطبيعي قد انقطع بالمسار الطبيعي للشورى قد انقطع بتحوله إلى ملك عدود وبعد ذلك ما حدث بعد ذلك لا يمكن أن نسميه يعني إسلام بالمستوى اللي جاء به جاء به البيعس المحمدية أو الخلافات الخلافة الراشدة نعم يا سيد محمد زكريا وستاذ شمسدين تحدث عن أن الديمقراطية الأصل هي يعني فيها الكرامة الإنسانية يولد الإنسان بعقل ولديه حق الاختيار تحدث عن فكرة الشورى بداية الإسلام الأولى كانت فيها قدر من الشورى واختيار الحكام لكن قطع الطريق بعد فترة الخلفاء الراشدين كيف ترضى هذه النقاط ونقاط أخرى قمت بتدمينها طيب بالنسبة للنقاط التي طراحة الأستاذ شمسدين لا خلاف في مسألة إعطاء الله تبارك وتعالى يعني الكرامة الإنسانية هذه الكرامة مقررة قررها الله تبارك وتعالى والآية في صورة الإسراء ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر وفضلناهم ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيله هذا لا خلاف فيه لكن الخلاف في مسألة الحرية أنت سألت سؤال مهم يعني لم يجب عليه الأستاذ شمسدين أنه هل الحرية حرية مطلقة وهل الحرية ذات حرية عندها يعني مصادر ولا الحرية تباح للإنسان يمارسها كما يشاء ولسأة شمسدين ذكر أن الإنسان لأن الله تبارك وتعالى يعني ميزه بعقل وضمير وهما الأدوات التمييز والاختيار بالنسبة للإنسان وأنا أختلف مع أستاذ شمسدين في أنه يعني فقط العقل والضمير هما يعني المصدرين للإنسان للاختيار ليس العقل فقط وليس الضمير وإنما الوحي والشرع كذلك ولولا ذلك لما أرسل الله تبارك وتعالى رسل ولما أنزل الكتب الله تبارك وتعالى قال رسلا مبشرين ومنذرين لألا يكون للناس على الله حجة بعد الرسل فإذا نطق الشرع مثلا بشيء لا يجوز لنا أن نخالف هذا الأمر بمعارضة العقل خاص إذا كان النص صريح ونص واضح وهذا ما فهمه الخلفاء الراشدون الذين ذكرهم الأستاذ شمسدين في معرض حديثه صحيح مارسوا الشورى وأعطوا الشورى حقها لكنهم لم يمارسوا الشورى في حدود النص وإنما اعتبروا أن الشورى تشاور في مسائل خارج حدود النص وبالتالي بمعنى ذلك يعني مارسوا الشورى خارج حدود النص يعني أقضي هذه لا يعني لا هم مش مارسوا الشورى خارج حدود النص أنا أقصد في أنهم لم يمسوا النص وإنما مارسوا الشورى فيما لا نص فيه وبالتالي أنا هنا أريد يعني كذلك في كلامة اللي ذكروا يعني باش مهندس محمد خلف الله إنه حتى في الجانب بتاع التشريع بالنسبة للمجالس التشريعي وبالنسبة للنواب المختارين نحن لا نقول بإنه لا يجوز لهم حق إنه يشرعوا تشريع في كافة مناحي شنو مناحي الحية مثلا قوانين الحركة وقواعد المرور مثلا وهذه المسائل إنهم فيها حق شنو حق الاجتهاد بالشروط الموجودة بالنسبة للشروط التي وضعها الفقهاء والعلماء بالنسبة لمن يعني يشرع أو بالنسبة لمن يضع وحتى ما يشرعه يعني البرلمانيون أو المشرعون في النهاية مرتبط بالقواعد الكلية لا يخالف القواعد الكلية لأصول الإسلام ولذلك يعني نحن لا نسلم بإن الشورى هي ديمقراطية الفرق واحد الفرق واضح إن الشورى مصطلح قرآني يعني المشاورة في الأمر والديمقراطية مصطلح غرب لاتين النشأة يعني حكم الشعب بالشعب للشعب وبالتالي الديمقراطية تجيب على سؤالين بماذا يحكم كيف يتم اختيار الحاكم وبماذا يختار يحكم الحاكم والشورى تجيب على سؤال واحد وهو كيف يختار الحاكم أو كيف يعني يتم اختيار المشاورة في الأمور نعم وضع فالإجابة على السؤال كيف يحكم هذا أجابت عليه يمكن أن تتشابه فيه الديمقراطية مع الشورى فقط في واحدة إذا ما عرفنا الديمقراطية باعتبارها آلية من الآليات ووسيلة من الوسائل لكن الديمقراطية الآن تعني أكثر من ذلك هي لا تعني مجرد وسيلة للاختيار ولا تعني مجرد وسيلة للحكم وإنما أخذت طقص أخرى صارت تقدس كأنها دين ولذلك دعم سأبدأ من آخر هذه النقطة الديمقراطية دكتور كمال الأمين أصبحت تقدس شدقا لرأي الأستاذ محمد زكريا وتتمدد يعني حتى أخذت الشورى أصبحت جزء من داخل الديمقراطية كذلك أتحدث عن أن حق الاجتهاد تحدده الأطر يعني بعيدا عن التشريعات التي تخالف أصول الدين الإسلام طيب أول حالة أنا بحييك وبحيي المشاهدي غنات البلد المنتشرين في كل مكان حقيقة الحديث عن الديمقراطية وعن الشورى هم طبعا مفهوم يعني يمكن تناولوا الفغها في القرب هو الفغها الشريع الإسلامية ويمكن حتى يعني يمكن فغها الشريع الإسلامية وفغها الغرب ما بعيدين من من فهوم واحد يكاد أن يكون المفهوم متغارب جدا ليس هو بسيط جديد مثلا لو نظرنا للشريع الإسلامية والشريع اليهودية يعني الشرائع دي الشريع الإسلامية والشريع اليهودية دي شرائع نظمة الأمور الاجتماعية الشرائع اللي بتنظم الأمور الاجتماعية دايما هي بتتدخر في قضايا كثيرة جدا جدا زي مثلا يعني مثلا الشريع الإسلامي بتلقى فيها موضوع الشورى يعني موضوع الشورى ده هو في النهاية يعني حتى عدد كبير من فغها الشريع الإسلامي بيبتكروا هي الدموراطية الشورى نفسها الدموراطية لأنه حتى في عدد كبير من فغها الشريع الإسلامي بيبتكروا أنه حتى الرسول صلى الله وسلم يعني هو عنده صفات كثيرة يعني صفته كنبي بتختلف من صفته كحاكم بتختلف من صفته كإمام يعني حتى الناس يبن نقولها فدر فرقوا من صفاته هو إيمان وإنه هو حاكم وإنه هو نبي وإنه هو مفتي يعني الأمور في الفوتية فرقوا بناته تماما يعني فيه مسائل فيه أمور يعني بيحتكم فيها حتى لإراية الصحابة يعني نقول له مثلا دي الحاجة دي نبوة ولا الحرب والمكيدة يعني نقول له دي الحرب دي شوري يعني مازال شوري شاوة سلمان الفارس واخد بيراي واخد بيراي الراس كتاري جدا دي مسائل بتاع الدنيا وحتى لما جا في المدينة المنور وعمل صغيفة المدينة صغيفة المدينة دي زي ما ذكرنا في الحالة السابة إنه صغيفة المدينة دي هي صغيفة نظمة الحياة المدنية تماما بدليل إنه حتى الجبائل اليهودية تمانية جبائل اليهودية وقعت على هذه الصغيفة يبقى الشريعة الشرائعة يعني مثلا المسيحة ما تتدخل في مسائل اجتماعية عشان كده بتلقاها وجودة في الدولة ما كثير كويس؟ يعني ما بتلقاها الشريعة مثلا غير المسيحية مثلا عندك اليهودية اليهودية بتتنظم المسائل الاجتماعية يعني عندنا في الشريعة الإسلامية فيها أهل الحل والعقد أهل الحل والعقد ده الموجودين في الشريعة الإسلامية يتم استشارتهم يعني بجلبة الديمقراطية مفهومها الآن دكتور كمال يعني مفهومها الحديث الآن لا تتعارض مع مفهوم الشريعة الإسلامية مطلعا والديمقراطية هي مفتاح كبير نحن حتى في الديمقراطية الغربية القصة تحت الحرية مثلا الحرية التي تحدث عنها الزمراء أنا أفتكري أن الحرية دي هي حتى فغها الغرب حتى النقاشات لحد الآن مستميرها حدود الحرية يعني كلمة الحرية دي مكلمة مفتاحية يعني الليلة مثلا الحرية الحرية اللي بتتحدث عنها يعني هل إنت عندك الحرية تتحدث في أي موضوع أنا ما عندك الحرية دي يعني حتى إنت لو كنت مثلا في شركة عندك الحرية تعملية حياة داخل الشركة دي لو كنت في حزب سياسي الحرية دي ذات عندها حدود كويس اللي هو الضابط بتاع الحرية في الغوانين الغربية كلها اللي خدنا بقى خد بقى سداد ب56 لحد العام اللي هي مدى سيادة حكم القانون إنه الدولة والأفراد والجمعيات الرسمية وغير الرسمية كلها تقطع لحكم القانون حكم القانون ده اللي هو ده بنظم ده الميزان بتاع الدولة ميزان الدولة إنه الناس كلها بتتوافق على قوانين محددة بجيزة في المجلس التشريعي وبتمشي بها حتى بالمفهوم يعني حتى في يعني أنا وجدت دراسات بتتكلم حتى المفهوم بتاع اللي هو العملية بتاعت التفويضية اللي هو التمثيل عملية التمثيل البرلماني دي حس هم زاته مصفين غعشات كثيرة في المجتمع الغرباء بفتكروها إنه حتى الآن هي القصة بذاتة بقى تالآن محل يعني بدل إنه الزولر بيتفويضه زاته بيتمسر يجيبه في البرلمان ده زاته بيقى يخضع له مساومات وكش فيه قصص ودهبوا قصص كثيرة جدا جدا وزاته ممكن نبشي بعيد يعني القصة بتاعت التمثيل أنا فوضتك في الدائرة لكن هناك ممكن تخشني في الشبكة بتاعت علاقات وازعي جدا الناس الآن لكن لحد الآن المجتمعات الحديثة دي موجدت أي بديل غير المجالس التشريعية دي لحد الآن لكن فيه كلاب كثير جدا جدا فيه في برلماني بريطاني كاتب كتاب كامل عن الموضوع ده بيفتكر إنه بيفتكر إنه القصة دي قصة يعني أصبح حتى الآن بيقرزون النايب البرلمان إذا ذات يخدع على المساوات كثيرة جدا دعم وضحت إذن ده إشكال برضوح من إشكاليات الديمقراطية كما ذكر الدكتور الديمقراطية لا تتعارض بشكلها مع الشريعة الإسلامية وسرد قصص ورأي بعض الفقهاء الذين لم يسمهم كيف ترد أنا بختلف مع السادة والدكاتر الفضلة في المرادفة بين الديمقراطية والشورى في اختلاف كبير جدا بين الديمقراطية والشورى أنا بسرد سريعا في الآتي أول حاجة من حيث المرجعية المرجعية في الشورى هي المرجعية بتاعت الحاكمية لله تبارك وتعالى يعني أنت ذاتك ما مشاهد للشورى إلا لأنه في نص قرآن يقال لك وأمرهم شورى بينهم وإلا أنه الله قال للنبي صلى الله عليه وسلم وشاورهم في الأمر يعني أنا مرجعتي من طلاقي كل من المبدع بتاع النص الشرعي والحاكمية لله أما الديمقراطية لا هي منبعثة من آراء وأهواء الشعب نفسه الشعب هو اللي يرى إنه مفترض يحتكم لآراءه الزاتية من حيث النطاق بتاع التطبيق التطبيق بتاع الشورى منحصر فقط في ما زكر الأستاذ محمد زكريا في ما لا نص فيه يعني زي ما قال النبي صلى الله عليه وسلم أنتم مدرى بأمر دنياكم لما جاء في القضية بتاع التأبير النخل ودي مسألة من مسائل الدنيا يعني والله زي ما قلت النظام الإداري يكون كيف الفترة تكون كيف إلى الآخر حاجات ما فيها نص في الشريعة الإسلامية لكن حاجة في الشريعة الإسلامية الله قال ولا تقرب الزنا تقوم تجد في المجلس البرلماني تقول إنه الزنا إذا كان بالطراضي بجائز ده ما موجود الآن في الدول الغربية بل الآن الدول الغربية الآن ماشى فيه النحو بتاع النحو بتاع الشيوز الجنسي وإنه إذا البرلمان صادق على المسألة دي المسألة بتوقع عادية في المجتمع وأمريكا سنة 1930 لما كانت دارة تحرم الخمر بسبب الإشكالات الحصلت في الشعب الأمريكي والإشكالات الصحية إشكالات عقلية إشكالات في الإنتاج الشعب رفض المسألة دي تماما فالشورى ما بتنطبق في الحتة دي ما بتنطبق في المسائل اللي فيها نصف الشريعة إنه حرام حلال الديمقراطية مفتوحة على أي حتة وده خلاف جوهري جدا بيناتهم كذلك الأساس التقييمي في الشورى بيختلف عن الأساس التقييمي في الديمقراطية الأساس التقييمي في الشورى منبني على قوة الدليل وصحته بينما الأساس التقييمي في الديمقراطية منبني على الكثرة والأغلبية إنت لو لاحظت في الشريعة الإسلامية الكثرة ما لم تدعم بالدليل ما عنده اعتبار وإن تطع أكثر من في الأرض يضلك عن سبيل الله إذا الشعب ده كله دائر حاجة بتضره يعني مثلا في بعض الدول لما جاء الحجر بتاع كورونا في دول قالوا لا احنا ما دارت حجر ودي كلها عبارة عن شعاعات وكذا وما فيها كلام زيذا يعني الشعب احيانا اللي غلبية فيه بتكون على باطل ما على صحة فالشورة ما بتعتبر هذا الحديث اللي يفتح الباب واسع للديكتاتوريات التي تأتي مرجعي اسلامية يعني أننا جينا لجنزل أو لنقيمه ما شرع الله لا ما في تلازم ما أي نقد يقدم للديمقراطية معناه هو بيدعو للديكتاتورية وانا يعني ممكن في المداخل الجاي بسقول لك عدد من النقاد الغربيين اللي بيرفضوا الدكتاتورية ومع ذلك بينقود الديمقراطية نفسها بران تدرس المسألة بينقود الديمقراطية ومع ذلك هو ما بيدعو للديكتاتورية فالشاهد انه أنا بنظر لقوة الدليل وصحة في الشورى عشان اختار حاجة محددة الاغلبية باعتبرة لما تكون جاي من هيئة متخصصة يعني مثلا تكافأة الادلة بين الناس لكن الناس الكل متخصصين هنا رأيه الأغلبية ومعتبر لكن عموما الناس أساوي بين الزول المتخصص وغير المتخصص الكلام ذا ما بجي كذلك من الفروق الجوهرية انه الديمقراطية بتعتمد على قيمة عليا مطلقة وهي المساواة بينما الشورى بتعتمد اساس المساواة بتعتمد اساس العدل فرق بين العدل والمساواة العدل طاقة كل ذي حق حقه الزول الدائر حاجة كثيرة بتدي الحاجة كثيرة والزول الاحتياجات قليلة بتدي حاجة قدره يعني العدل عملية مختلفة عن المساواة المساواة بتساوي بين المختلفات فأحيانا بتقع في الظلب ولذلك بتجي إشكاليات النسوية وإشكالات المتعددة اللي بتحصل فافصة بين الإسلام والديمقراطية كذلك من حيث التحقق التاريخي الشورى عندي تجربة حصل فيها شورى زي ما تفضل أستاذ شبس الدين تجربة الخلفاء الراشدين تجربة حققت فيها الشورى تم فعل انتقال بتداول سلمي للسلطة من خليفة إلى الآخر عن طريق نظام محدد كان في شورى موجودة كان بكر الصديق رضي الله عنه لما أعين قال إني قد وليت عليكم ولست بخيركم فإن رأيتمني على خير فأعينوني وإن رأيتمني على باطل فسددوني عمر بن الخطاب اعترض علىه امرأة فقال أخطأ عمر وأصابت امرأة وإلى الآخر بتلقى كان موجودة الشورى دي لكن الديمقراطية زي ما بقوله البروف جعفر شيخ دليس ربنات ربي الخير اسم لا حقيقتنا يعني منذ أثناء إلى اليوم الديمقراطية ما عندها تجربة حقيقية بتتوافق مع الأساس النظري بتاعه إنه فعليا الشعب قاعد يمارس حققته في الاختيار وحققته في الرقابة وإلى الآخر وإنما هو زي ما بقوله الماركسيين إنما هي عبارة عن تسلط بتاع أقلية على أكثرية الشعب ويتصور الشعب أنه هو الآن حاكم بمشاركة بفقدة الانتخابات والأمر بيأخدوه قلة هي القلة النافذة يمكن كما قال الدكتور كمال التحكم فيه عن طريق المال لذلك الآن يعني من أشهر الكتب الأولفت أفضل ديمقراطية يمكن شراءها بالمال وكتاب حقق أعلى مبيعات في صحيفة نيويورك تايمز وده الآن حاصل لأننا في أمريكا ممكن آخر انتخابات كاليريك لينتون ودولاند راب حصل ما حصل من في النهاية عندك موال عندك آلة إعلامية بتقدر تتحكم في رأي الناس وفي أغلبية للناس وده النقدة لوجهها أرس طالس للديمقراطية إنه الآن قال لو فيه سفينة أو مركب الآن موجود وفيه زول قبطان ماهر جدا بيقدر يطلع المركب ده من الغرق وفي واحد تاني ما ماهر لكن خطابيا ما فيه زول بيقدر يجي جنبه هذا حصل في التاريخ زي هتلر زي جمال عبد الناصر زي كده معمر القزافي للآخر زول خطابيا مبارئ لكن يعني كتقنيا كده منتهي فقال الناس لو ودينا الأغلبية الأغلبية هتمشي مع الزول الخطابيا ماهر وحيقرق السفينة في النهاية بشمانديس هرجع لك تاني إذن أستاذ شمس الدين دور البيت أبدأ من حيث انتهى بشمانديس محمد حلاث الله الديمقراطية اسمه لا حقيقة له وكذلك هل يمكن تطبيق هذه الديمقراطية بعلاتها التي تحدث عنها الدكتور وغيره في بجتمعات مسلمة أساسها الدين الإسلامي الآن إذا تمت إجازة قضايا تتعلق بالزنا كما ذكر الباش مانديس يصبح عمرا واقعا وتنزل في القوانين وتلغى القوانين التي تحارب هذا الفعل طيب شكرا أنا سأبدأ من تعليقك اللي تحدثت فيه عن أنه ألا يفتح هذا الحديث ألا يفتح هذا ما تقوله ما يقال الباش مانديس محمد خلف الله ألا يفتح هذا الحديث الباب للديكتاتوريات هذا كان تعليقك أنا أعتقد أنه الإجابة على السؤال والسؤال الأيض أنا طلحته أنت أنه إحنا لا نحتاج لمثل هذا السؤال لأنه الحديث الذي يتحدث به الأستاذ باش مهندس محمد خلف الله كان هو المنطلق بتاع حكم الحركة الإسلامية والإنقاذ عندما جاء السنة التسعة وتمانين ده كل هذا الكلام يعني كل هذا الحديث بتفاصيله كان هو البرنامج برنامج الحكم الذي جاءت به الحركة الإسلامية شريعة الإسلامية العدل وليس المساواة المرجعية مرجعية هي مرجعية النص القرآني لا اجتهاد مع النص كل هذا الكلام كان هو مبنى وما جاءت به وثائق الحركة الإسلامية عندما جاءت إلى السلطة سنة تسعة وتمانين وترجمت كل هذا الكلام بتفاصيل دقيقة لأنه رضوية الحركة الإسلامية وقياداتها كانت قيادات مؤهلة جدا فترجمت كل هذا الكلام بالتفاصيل التي تحدث عنها الباش مهندس محمد خلف الله إلى قوانين لدينا قانون الأحوال الشخصية لدينا قانون الجنائي لدينا قانون المصارف لدينا كل هذه القوانين وإلى دستور أيضا دستور سنة 98 فماذا كانت النتيجة؟ ماذا كانت النتيجة؟ النتيجة نعلم يعني ليس نظريا وإنما بصورة عملية إنه ديكتاتورية غير مسبوقة في تاريخ السودان وتاريخ المنطقة ظلم غير مسبوك في تاريخ السودان وتاريخ المنطقة قهر للنساء قهر لغير المسلمين انتهى بفصل جنوب السودان يعني تدمير للنسيجة الاجتماعي السوداني بحيث أشعل حرب في جنوب السودان بالإضافة للحرب التي كانت قائمة في جنوب السودان أشعل حرب في شرق السودان أشعل حرب في دارفور أشعل حرب في جنوب كردفان ده كان هو النتائج العملية للحديث الذي تحدث به الباش مهندس محمد خلف الله اللي هو تطبيق الشريعة أنا يعني يجب أن أفرق هنا يعني ابتداء أنه ما يسمى بالشريعة الإسلامية ليست هي الإعكاس لما جاء في البحث المحمدية ولا في القرآن الكريم ولا في فترة الخلافة الراشدة هذا الحديث أنا يعني بديت إنه قدت حصل انقطاع في هذه المسألة وما يعرف ما يسمى الشريعة الآن هو نتاج لربما 500 سنة من الاستبداد الديني والسياسي اللي صدرت فيه كل الحريات يعني الحريات بتاعت أخطأ 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 عمر وصابة إمرأة لم يكن متاحا إطلاقا بدءا من تولي معاوية ابن سفيان الخلافة بدءا من هذا الوقت لم تعد هناك أي حريات في التعبير لم تكن هناك أي حريات في البحث لم تعد هناك أي حريات في العلم كل العلماء الكبار الذين طرحوا قضايا الفكر والسلام فأنا أريد أن أفرق بين دي وبيدي بين ما حدث بعد ذلك ليؤكد أنه لا علاقة له بالمبادئ الكلية التي يتحدث عنها محمد زكريا لأن المبادئ العامة هي الكرامة وهي المساواة وهي العدالة وهي هذه المبادئ العامة الشريعة التي طبقت في الفترة الماضية لا علاقة عنها الشريعة الإسلامية ليست إنعكاسا لما جاء به النبي الكريم محمد صلى الله عليه وسلم وتجبت أن كانت خير دليل على التطبيق باسم الدين والدكتاتوريات وقهر الرجال والنساء كيف ترد؟ دي واحدة للأسف الشديد من مغالطات الإخوة الليما يتكلموا في المسألة أو دعاة الديمقراطية وإن شئت قلت كذلك يعني دعاة العلمانية أنا طبعا لا أتهم الآن لأن الموضوع المطروح ما موضوع العلماني هو موضوع الديمقراطية لكن دي واحدة واحدة منا دائما يعني اترار التاريخ وأخذ الممالك الملك العضوط منذ بني أمية إلى الآن باعتبار أكثر نموذك شيء وأكثر نموذك مستبت في العالم ومع أن الديمقراطية الآن حديثة يعني ممكن تؤرخ لها تاريخيا بعد الثورة الفرنسية وبعد ذاك صنعت الديمقراطيات إلى يومنا هذا ما بيقاس لما يتكلم في الملك العضوط في بتاع التاريخ الإسلامي ما بيقاس معاه في نفس الوقت العالم الآخر الموجود الشعوب الهندية الشعوب الصينية الشعوب الفلف الكورية الغير الصينية الغير والحاجات اللي كانت يعني كأنما التركيز أن الدنيا دي كانت مظلمة في هذا في هذا الجانب مع أنه العكس صحيح الناس اللي كتبه وتكلموا في التاريخ الإسلامي والفتوحات الإسلامية وغيره زي يوصطاف لوبون مثلا في حضارة العرب وكذا تكلموا كلام يعني مختلف تماما حتى حتى أنا بقى نظر أنه يعني يفترط من العدالة أنه لما نذكر يعني صحيح وما في حكم مبرأ لأنه أي حكم بعد النبي صلى الله عليه وسلم وبعد القلفاء الراشدين المهديين هو حكم في النهاية خاضئ لتجربة بشرية يمكن تصحى ويمكن تخطأ دي دي من ناحية فإنت بتجيب تلقى أنه اللوم يرمى على هذا التاريخ وكأنما لا يجد تاريخ مواز تاريخ يعني منتهك لحقول الإنسان وهكذا يتلفز بهذه العبارة وأنا أعتقد أنه هذا المفهوم يفترط أنه يصحح الأمر الثاني يعني النسبة نسبة أي إخفاق بشري في حكم يعني منتسب إلى الشريعة الإسلامية طوال يرمى هذا الحكم باعتباره كأنما النقص في الشريعة الإسلامية أو في آلية ووسيلة مصدر مصدر الحكم ودفيه يعني حقيقة نوع برضو من المغالطات وعدم عدل مع الإسلام وفتراته الحكمة مثلا إذا أخذت الآن التشريت باسم التشريت وغيره جاءت حكومات باسم الاشتراكية ودمرت وقتلت وسفكت لكن لا يقال أن الاشتراكية هنا أن الاشتراكية هي الفاشلة يقال استالين هو الفاشل استالين هو الدكتاتوري استالين هو كذا لا يقال الشوعية والاشتراكية صدام حسين وحافظ وحافظ الأسد وبشار الأسد انتهكوا عدة يعني جرائم ارتكبوها الآن سيد شامس الدين لما نتكلم قال دكتاتورية غير مسبوقة لا في السودان ولا في المنطقة إذا قال المنطقة السودان 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 في المنطقة عنده بعدين عنده بعد أفريقي وعنده بعد كدولة أفريقية وبعد عربي أصلا لا يمكن سيد شامس الدين نوافقه في أنه في البعدين العربي والأفريقي ما حصل انتهات كما حدث رواندا حدثت فيها مجزرة يعني معروفة في سفك ديما معروف يعني ما حدث في سوريا وفي العراق الآن يحدث في سوريا هذا يبرر الإنقاذ مثلا لا أنا لا أقول مبرر على الإطلاق أنا فقط أقول فيه يعني عبارة أنه دكتاتورية غير مسبوقة لا سبقت وموجودة وأنا أقول كذلك أنه يعني لا لا يتم تبرئة الفكرة البعث مثلا مقابل يعني إدانة شنو مقابل إدانة فكري آخر يفترض أنه نحن ندين كل شنو كل هذه الأفكار دي من ناحية بصورة عامة لكن نقول أنه التاريخ الإسلامي شهد فترات معروفة وذكر أنه فقط فترة الخلفاء الرغش دين فترة الدولة الأموية نفسها شهدت فترة خلافة راشدة شهد عليها جميع الناس وهي فترة الخليفة عمر بن عبدالعزيز لكن لديه موقف واضح من حكم يعني معاوي بن أبي سويا لا هو في عهد عبد الملك وعبد الملك كان أمير من أمراء الدولة خليفة من خلفاء الدولة الأموية ويحسط لعبد الملك نفسه أنه الذي عين عمر عمر بن عبدالعزيز إلى أنصر الملك فقط نحن نريد أن نقول أنه الآن هل الديمقراطية الغربية الآن مبرأة من حيث التسويق الآن كأنما الديمقراطية هي الحرية والآن كتاب غربيين يقولوا أن الديمقراطية التي تتكلم عن الحرية لم تعطي أهل الغربي حريتهم إلا إذا كانت الحرية الآن فقط في إنك تلبس ما تشاء وتفعل ما تشاء وتأكل ما تشاء وتشرب ما تشاء أو الفوضى التي نراها الآن وهذه ليست حرية وكذلك يعني تصور الديمقراطية وكأنما هي ضد الفساد وضد الاستبداد والفساد والاستبداد موجود الآن وتصور الديمقراطية بأنها هي منشأ الرفاه وهكذا وبالتالي قيلت مقولات يعني مثلا مارغريت تاتشير قالت أن الدول الديمقراطية لا تحارب بعضها رأينا الدول الديمقراطية تحارب بعضها وقال أن السلاح الديمقراطية لا توجه سلاحها في بعضها والآن بوتين يمارس يمارس تقتيل وحرب باسم الديمقراطية الآن والآن الاستفتاء الذي مورز في الولايات الآن استفتاء بغطاء كذلك باسم الديمقراطية فلماذا تصوّغ الديمقراطية كأنه شيء كده مسلم لا غبار عليه وبالتالي المقول بتاعت لا بدل للديمقراطية إلا الديمقراطية أنا أقول أهل الغرب بنفسهم الآن الكتاب المفكرين الاجتماعيين الآن يبحثون كما ذكر دكتور كامال ذكر في أنه الآن واحدة من إشكالية الديمقراطية إنه هل الممثلين دين هم ممثلين حقيقيين وإنه هل صحيح بيحملوا كل وعودهم التي قالوها ويرفعونها هناك لتعود نفعا إلى الشعب نعم إذن دكتور هناك سرد لدول ديمقراطية مارست تحت مسمة ديمقراطية مارست دكتوريات وترفع شعارات لا تطبق على أرض الواقع كيف تنظر إلى هذا الأمر ونحن في السودان الآن هناك أحزاب تنادي بالديمقراطية تنادي بالحرية لكنها على أرض الواقع لا تمارس طيب حقيقيا أنا بس حقسر كلامي على السودان طبعا الممارسة الممارسة الديمقراطية هي طبعا يعني هي قطع الشك هي أفضل من الدكتاتورية بأي حال ما يحرم لا يمكنك تغارن وضع ديمقراطي بوضع ديكتاتوري في الوضع الديمقراطي دائما الأبور كثيرة حدثت في فترات الديمقراطية أنا أفتكر هي وجدت حظها لأنها تعمل آثار إجابية في المجتمع السوداني يعني مثلا بعد ستة وقمسين السودان طبعا مر بمراحل كثيرة وأنا أفتكر أن المراحل المرارات في السودان دي هي مراحل بتاعت انتغال يعني العملية بتاعت المشاركة في السلطة العامة اللي هي تمت للمرأة في السودان يعني المرأة يعني بعد 65 في البرلمان المشاركة السياسية تمت مشاركة المرأة في الغضاء في السلك الغضاي أنا أفتكر المجتمع السوداني من ستة وقمسين لحد الآن ما هو واجه في مكانه المجتمع السودان متم تطور حتى الأفكار بتاعت الناس اتطورت يعني حتى نظرة الناس للأعزاب السياسية اختلفت حتى نظرة الشباب للأمور العامة الآن اختلفت الآن لا يستطيع الآن الوضع الماشي في السودان ده هو ده وضع متطور من 56 صحيح أنه احنا مررنا بديكتاتوريات وحاولت يعني أنها هي تقلق تستغل الدين يعني الدين ده ذاته ما تم استغلاله في فترة من الفترات تم استغلاله حتى في فترة نميري نفسه يعني نميري بعد المصالحة سنة 77 تم تعديل غانو إجراءات الجنائز دخلوا النايب في سبتمبر قواني في سبتمبر والمسائل الزيدي وهي ده عملت بالمواسبة يعني الوضع الأمور في السودان اللي هي لو إيه تدارك تتكلم مثلا جانب مثلا الفساد وعدم الفساد بتلقى الوضع قبل 78 يعني من 56 لحد 78 السودان تكون السرقة دينه من عدم تماما يعني مافي زول بسرق مافيزو بكسيت نهائيا اللي هي غوانين لما غوانين دينيها اللي هي غوانين أصلا جابوها الإنجليز اللي هي غوانين جاءتنا في اليومسمنستر وطبقناها في السودان مافيزو كام بسرق مافيزو كام بنهب مافيزو كام بعريف القصة جاءت قلبت بتين تقلبت بعد التمانيناه يعني بعد غانون 89 وهو دخلت الغوانين الجديدة تحت الشريعة الإسلامية وهو الأرض ملك لله والدولة مستقلفة عليها و هذه المصيبة لقعنا فيها مولانا مما قالوا الأرض ملك لله والدولة مستقلفة عليها الدولة بدأت تنهب الأراضي بتاعت الناس وطلقت حي اسمها الملك الحر الملك الحر بدأت حد سنة السبعين الآن المشاكل بتاعت السودان كل الفساد الباب بتاع الفساد النص الدين الدخل ده الباب بتاع الفساد اللي هو الأراضي الملك الحرد الآن كلها بيقى تتزور وبيقى تتباع يتجاعز في بيتك بيتباع الآن وإيه؟ ده العمل ليلة الخال عشكي ده دايما المسائل بتاعت الدين حقه التظن في الدين يعني مثلا الأخ الباش مهدد بتحدث عن مثلا المسائل المحرمة أنا بختلف معه تماما إنه الناس يفرقوا بين القضايا المحرمة في الدين القضايا المحرمة في الدين وإنما خلاص ما كل الناس حتى إذا كان في اليسار وإنما هم ده قطاع كبير جدا من المسلمين موجود وطبعا حرمة الزينة في المسيحية موجودة الزينة حرام وفي الإسلام الزينة حرام حاجة ما في تبتكر إنه يجب أرلمان إنه يجب أرلمان ده قوانين الآن يجب أرلمان وفي دول لمتراضية واتور كمال يعني كمال نخلط الزينة هناك دول تبيح هذا الأمر لا خلاص ما أتكلم عنه أنك ذكرت بأنه يعني كل الديارات هي طرف بالأمر حتى القصة ممنوعة حتى في المسيحية ممنوعة الآن أنا لا أتخيل أنه يبرمان يجيب بموضوعه وكل يسبق الزينة يجيب سيقع عشان يحلل الزينة أو يحلل القصة أنا أفتكر أنه ما قضايا الشعب ولكن قضايا بتاعت السوارر في الشارع ده ما قضايا هون الآن قضيتنا تكبر من قضايا قضايا بتاعت الناس اللي هي الحرية العدالة المساوى إحنا داين دولة دارية دولة تكون دولة متطورة دولة فيها تلمية دولة فيها حقوق الإنسان يعني فيها يعني الإنسان يقدر يسافر المطاب بدون ما يلقى نفسه محظور من السفر دولة الحقيقية يعني عندما سقطت الإنقاذ في إبريل دكتور كمال جاءت حكومة هي سمت بالحكومة الديمقراطية وحكومة الشباب الذين الآن هون في الشارع لكنها أيضا لم تمارس الديمقراطية فيما بينها وأنت تعلم ذلك حقيقة وأيضا ظهرت أشياء وهناك من يرى بأنها محاربة مباشرة للدين وليست لنظام الإنقاذ هو طبعا دار أقول لك شنو الحصد هو الحصل بالمواسبة الفترة بتاعت السنتين الأسيطة بتحاكم فيها دي أنا أفتكر أن دي من أكثر أنا أركز لك أيوا الفترة بتاعت السنتين الحصلت دي الفترة بتاعت السنتين بهذا الحصد فهوه كبير في السودان للأمضل للأمضل يعني الآن الوضع في السنتين دي بالرغم من التشويح حملة التشويح وقابوا بالإسلاميين بالمواسبة حملة التشويح دي حاولوا ضللوا الشارع العام لدرجة غير مسبوغة استخدموا كل أدواتهم لتضليل الشارع ونجحوا ونجحوا في حباط الشارع ونجحوا في حباط الشارع وقفت صفه في البنزيم وقفت التهريب ثبتت الدولار رفعت السودان من غايمة الدول الإرهابي وعملت أشياء في فترة مجيدة بالرغم من الضغوط والحسار غير مسبوغة لكن تعرضت لشيطان غير طبيعي وانا أفكر هي دي ما بتخدمة ديمغراطية عملية الديمغراطية نحن دائمنا نتطور فيها حتى مع أقواننا الإسلاميين ذاتهم أنه في النهاية القصة بتاعت العملية بتاعت التداول السلم والسلطة في النهاية أنه نحن كلنا مستفيدين منه دكتور كمال نحار جعلك تاني باش مهندس إذن النص الضيلي هو الذي فتح باب الفساد كما ذكر دكتور كمال وتحدث عن أنكم قمتم بتشويه تلك الفترة التي جاءت عقب الثورة بأن ذي حكومة عايزة حارب الدين وغير من التيارات السلفية والإسلامية التي كانت تحدث عن تلك الحكومة كيف ترد ونقاط أخرى قمت برد عليها لكن عقب هذا الفاصل ومن ثم واصل أهلا بكم من جديد وأرحب الذي ننضم لمتابعة هذه الحلقة من الواقعة إذن باش مهندس أحلت إليك بعض النقاط التي قام بذكرها الدكتور محمد دكتور كمال الأمين بأن النص الديني هو الذي فتح باب الفساد تطبيق القوانين قوانين سبتمبر وغيرها كانت هي المدخل الرئيس لباب للفساد والإجرام والديكتاتوريات تحدث عن فترة بأن قوانين إنجليزية كانت حاضرة وقفت السرقة كان هناك عيش كريم والذين يدعون إلى التطبيق الشريعي الإسلامية ضللوا الشعب في فترة الحكومة حكومة ما بعد ثورة ديسمبر كيف ترون؟ أنا بس عندي سؤال محوري علاقة الدين أو النص الديني بسرقة الإنقاذ أو سرقة الحركة الإسلامية للشعب السوداني أنا عندك كنص ديني كشريعة إسلامية بتقول الوعيم الله لو سرقت فاطمة بنت محمد لقطعت يدها وقال إنما أهلك من كان قبلكم أنهم كانوا إذا سرق فيهم الشريف احتركوه وإذا سرق فيهم الضعيف قطعوا يده أو أقاموا عليه الحد فكيف بننسب الإشكالات دي لنفس النص الديني الشيء الواقعي والصحيح زي ما ذكر الأمثلة الأستاذ حمد زكريا إنه النسبة لا تكون للفاعل دا نفسه والفاعل دا نفسه أنا بحاكم ذاته بالنصص الشرعية إنه يا أخي التغول على المال العام الإشكالات الحصلت دي كلها مرفوضة تماما بالنسبة للظلم بالنسبة للآخر دي حاجات موجودة من قبل أصلا موجودة الإنقاذ من ستة وخمسين يعني أحمد عبود هالجبه بالبوت بتاعه براهم عبود هالجبه بشريعة إسلامية الصادق المهدي هالجبه شريعة إسلامية ما دير كلهم دعوا دا ديمقراطية ومارسوا الإشكالات اللي حصلت في حكمهم دي سواء كانوا من الظلم سواء كانوا من كل الإشكالات الواردة في تجاربهم برضو عن طريق الديمقراطية نيميري برضو أول ما جاء جاء بقوانين حمراء شيوعية فالنظر الغريب دا لأنه بس الحياة دي كلها بسبب الشريعة الإسلامية أبدا ما في علاقة لو جيت حاكمنا بنفس القائدة دي وحاولنا نمديدها للنظام الديمقراطي الإشكال دي بيقع عليكم بيصور أكبر يعني مثلا ليلة لو جينا نحاكمك انت قلتنا مثلا أن إحنا والله الشريعة الإسلامية دي طبقناها وما نفعل طيب الدمقراطية دي نفسها لانا أكبر دولة دا الدمقراطية هي الولايات المتحدة الأمريكية والديمقراطية ميلادها ذاته كان في فرنسا عقب السورة الفرنسية بعد ذلك بعد ما حكمنا بن يوم بونابرت أول شيء عملوا بعد 11 سنة فقط بعد السورة الفرنسية أنه مش غزة مصر اللي فعل ديمقراطي المارسة فرنسا في الجزائر وفي تونس والمارسة إيطاليا في الحبشة وفي ليبيا وفي المغرب وغيرها من الدول الأفريقية اللي كانت مستعمرات للدول الديمقراطية دي على مدى 500 سنة والسرق ونهب اليوم الليلة دي هل دي كل هذه تحسب على الديمقراطية ولا ما تحسب؟ دي ما دول ديمقراطية الحرب العالمية الأولى والحرب العالمية الثانية الماتوا فيها أكثر من 100 مليون نسمة هل دي كانت بسبب الدين؟ ما بسبب الدول الديمقراطية أمريكا الفسادة العملته في الإراق والغزو العملته في أفغانستان والغزو العملته ليكوبا والغزو العملته لفيتنام والسجن بتاع قوانتانمو المقاعدة الآن في أمريكا ويتم فيه اعتقال ناس بريئين تماما فيهم ناس ما عندهم علاقة زي سامي الحاج الصحفي السودان الشهير اعتقل سبع سنوات فايز الكندري الكويت اعتقل 14 سنة ويمارس فيه اشنع انواع التعذيب يعني حتى منظمة العفو الدولية قالت انه سجن جوانتانا ما يعتبر سبة في وجه الحرية المعاصرة ده كل ما بيمارس باسمه الديمقراطية طيب ليه ما نجي نشيل نفس القاعدة ونطبقها على الديمقراطية ونقول الديمقراطية هي برضو بتجلب الفساد وبتجلب الظلم حتى تقول لي لا ده الناس خالفوا قوانين الديمقراطية ده الناس خالفوا قوانين وقوائد الشريعة الاسلامية في فعل معين هنا غلطوا وبالماسة من الطرحة الطرحته ده مضاد تماما لطرحة الحركة الاسلامية يعني الدكتور حسن الترابي في كتابه الشورى والديمقراطية هو بيرى نظرته ان الشورى هي الديمقراطية انا مخالف له تماما نقطة نقطة تانية إنه الديمقراطية العالمية الآن لو جينا نحاسبها بها قواعدها الآن وجود الكيان الصهيوني هل في مبرر ديمقراطي دولة تستعمر دولة أخرى وقاعدة فيها وليوم الليلة مصدق لها من قبل أكبر دولة ديمقراطية الولايات المتحدة من قبل مجلس الأمن وكل الناس معترفين بها بل الآن حملات بتاعت شنو تضيع وتماشي معاوض تلودال علاقاتك تمشي تخلي علاقاتك طيبة مع إسرائيل وإلى الآخر علاقة دب الدمقراطية شنو اللي بيدعوا ليها الدول الديمقراطية فلو جينا نحاكم حقيقة العبارة دي بنلقى إنه الديمقراطية هي التي تم التجاربها أكثر من التجارب الدين نفسه وده ما بعنا أنا ببيح تجارب الدين لكن بقول إنه الديمقراطية مورس فيها حاجات أسوأ من المورسة بإسم الدين وحتى الآن مثلا لو جينا كمثال جنوب السودان وعنوا الإشكال في جنوب السودان كان قبل القوانين بتاعت شرار الإسلامية السناجة يعني القبيلة بتاعت توريت لما يعني تمت تمرد من جون قرنج الكلام ده كان قبل أصلا نميري شرع قوانين الشرع الإسلامية يعني الموضوع ما كان متعلق بالشريعة ولا ما شريعة الموضوع كان متعلق مشكلة الجنوب مشكلة قديمة زرعا مستمر دي ابتداءا عمل خلل في موازين التنمية بين الشمال والجنوب الإشكال الثاني إشكال بتوع الشرور وبالدونية وبالبعد والظلم وإلى الآخر لكن ما عنده علاقة بشريعة وما شريعة وإن تم رفع الشعار ده الدليل على كده إنه حتى بعد افصال الجنوب ما زالت الحرب مستمر في جنوب السودان لحد 2017-2018 الحرب كانت مدورة فإذن الموضوع ما عنده علاقة بشريعة هذا اللي بيقول خلاص ديمقراطية وما ديمقراطية وبرضو الإشكال موجود لسه فربط الحاجات دي بالدين ما شايفوشي يعني المبرض إطلاقه يعني أستاذ شمس الدين يعني الآن هناك نماذج ذكرت باش مهندس بأن الدول الغربية التي تدعو الديمقراطية لديها تاريخ كبير في الممارسات الديكتاتورية من القتل والتشريد ونهب الشعوب وغيرها كيف يمكن تطبيق هذا النموذج وطرحه الآن في مجتمع السوداني حاليا برغم أن هناك حكام جاءوا باسم الديمقراطية ومارسوا ديكتاتورية شكرا طيب أنا يعني كنت برضو الرأي دكتور كمال في أنه يعني نظر في السودان لأنه أنا لا أمثل هنا لا أمثل الديمقراطية الأمريكية ولا أمثل ولا أدافع عنها ولا أدافع ولا أدافع عن ممارسات بريطانيا سواء كانت ديمقراطية أو غير ديمقراطية ولا غير من الدول لكنك رجحت في البداية للخلفار الراشدين لا ده ما هو ده الخلفار الراشدين دهما أنحنا دهما ده المسألة التي ده أنا يعني ده هذه هي جزوري هذه خلفتي هذه مرجعيتي على هيرة ومرجعية السودانين ومرجعية السودانين نحن نتكلم في هذا المجال فإذا كان أخذنا الفترات حتى على قصرة يعني فترات قصيرة جدا الفترة من 53 لغاية 56 الفترة من 64 لغاية 69 الفترة من 85 لغاية 89 والسنتين اللي تحدث عنهم كمال في كل هذه الفترات من يتجد أنه تميزت بانتهاكات محدودة جدا لحقوق الإنسان الأساس أنه في الديمقراطية هي حفاظها على كرامة الإنسان وتمت يعني مورست بهذه الطريقة في السودان يعني الانتهاكات الفترات دية كلها لا توازي يعني لا توجد مقارنة بين وبين الانتهاكات الضخمة جدا والكبيرة جدا والهائلة جدا والمؤسفة جدا والغير مسبوقة أنا مصير عليهم غير مسبوقة لأنه برضو في تاريخ السودان لم تحصل مثل هذه الانتهاكات فإذا كان مسكت هذه الفترات فتجد أنه الإنسان مكرم السنتين الفاتن دية نحن كناس موجودين في المجتمع المدني تمتعنا بحريات يعني ما عرفناها إلا في فترة الديمقراطية الثالثة يعني اللي هي عشناها نحن واعين بس لكن في السنتين دي صدرت الصحف كان الحق في الاحتجاج وهكذا يعني برغم أنه كان في صورة مضادة كانت تسعى باستمرار كلام اللي قاله دكتور كمال تسعى باسترداد لتخريب المسألة دية ولتقويض المسألة دية لذلك لم تصل إلى نتائج وتم الإنقلاب عليها بصريحة العبارة في 25 أكتوبر الماضي أنا عايز أقول أنه الحديث ليس عن أفراد عندما جاء جاءت الإنقاس ما كان الهدف بتاعهم إحداث التخريب الكبير دي يعني لما جاءت الإنقاس سواء كان قياداته لحسن الترابي أو غيره من القيادات بتاع الحركة الإسلامية لم يكن الهدف بتاعهم تخريب الحياة السياسية ولا تخريب المجتمع السوداني ولا تفكيك النسيج بتاعه ولا إشعال حروب ولا تخريب ولا تدمير الاقتصاد هذه هي السياسات المسمى الشريعة المسمى طبيقة الشريعة بين قوسين هي اللي أفرزت هذه المسائل أقول لك أضرب لك مسأل قبل شوية كان فيك حديث عن الفساد حديث عن الفساد أنت عندما تتحدث الوسيلة الأساسية لمحاربة الفساد ليست قطع عياد الناس لا الوسيلة الأساسية لمحاربة الفساد هي الحريات الإعلامية هي البرلمان الذي يسائل الناس هي الانتخابات التي تعاقب المسؤولين التي تعاقب المسؤولين بإزاحة عن مواقع إذا فشلوا إذا فسدوا هي في القضاء المستقل القضاء المستقل وذي كلها من متعلقات الديمقراطية يعني المجلس التشريعي المنتخب لماذا لم ينتخب في فترة الحكومة التي حدثت عنها لماذا لم يتم لأنه في فترة انتقالية لأنه في فترة انتقالية هذه المسائل لا يمكن تتم لكن لا يمكن تتم هذه المسائل بين يوم وليلة حجم التخريب حجم التخريب هذه المسألة أنا لا أدافع عنها أنا أفتكر أنها واحدة من المشكالات بتاعت الفترة الانتقالية أنه لم يتم التعجيل بتكوين المجلس التشريعي لكن هذا ما كان منتخب أصلا وكان سيكون مجلس معين لانتخابات التحضير لانتخابات حرة ونزهة يقتضي تدابير كثيرة جدا من ضمنها إزالة التمكين لأنه إزالة التمكين هو الذي أخر إقامة العدالة الانتقالية المجلس التشريعي البرلمان وغيرها لا بالتأكيد لا بالدور بعد التأكيد الثورة المضادة وفي خلال السنتين اللي تحدث عنهم ما كانت أنت تحدثت عن محاربة الدين أنا سمعتك كلمة الدين أنه سنتين تمت محاربة الدين هذا لم يحصل دي فزاعة كانت هي حديثة طرف الآخر على أساس أنه الحديث عن محاربة الدين اللي خرج من الثورة أنه بالضبط هذه الحملات هي اللي خربت وأعاقت تقدم الفترة الانتقالية وانتهت بصريحة العبارة بإنقلاب يوم 25 أكتوبر هو كان إكمال إكمال للتخريب اللي بدأ منذ بداية الفترة الانتقالية لكن أنا عايز أتكلم عن الفساد لأنه الحديث كان عن الفساد إنه محاربة الفساد وسيلتها هي الحريات لأنه يعني أنت في الفترات الانتقال الفترات الديمقراطية المحدودة لم يكن هناك فساد مثكر طبعا لا يخلو مجتمع أي مجتمع لا يخلو من بعض الفساد لكن مقارنة بما حدث لأنه غابة الحريات الإعلامية غابة الديمقراطية غابة حرية التعبير غابة حرية التنشر غابة المجلس المنتخب انتخابا حرا غابة القضاء المستقل وعلى الفترة الانتقالية فشهدنا مستويات غير مسبوقة من الفساد أنا عايز لكن أكرر النقطة الثانية إنه دا لم يكن هدف ولا نية ولا نية الذين قاموا بالانقلاب يعني لو قريت الوثائق بتاعتها الهدف بتاعهم 89 كان الهدف بتاعهم نهضة السودان وتقدم وإقامة العدل ووحدة الوطنية التحقيق الوحدة الوطنية فانظر الحصد شنو دا نتيجة للسياسات التي سميت الشريعة وهي ليست من الشريعة وضحت تقدمهم ذكرية الثورة المضادة وفقا لتعبير الأستاذ شمس الدين لأنها هي السبب في القضاء على الحكومة التي جاءت باسمها الديمقراطية عاقب ثورة ديسم ويعني التيارات أسهمت في تغذية هذا المفضل أنا سأجيب على هذه الشبهة وهذا الكلام في مسألة دورة الثورة المضادة وكذا فيه هذا الفترة الانتقالية أو على الأقل عرقلت الفترة الانتقالية حتى الآن لكن في بعض النقاط لا أدن أشير لها برضو أعلق عليها بقليل من الكلام هو الحاجة تصوير النموذك بتاع ثورة الإنقاذ من الانقلاب كأنما هو نموذك إنهم أتوا بديمقراطية أيزون في السودان عارف إنه الإسلاميين بمعنى الكيزان أو الأخوان المسلمون هم انقلبوا على الديمقراطية ولم يتحملوها انقلبوا عليها وبالتالي هم لا يحسبوا على ديمقراطية ولا يحسبوا حتى على نظام شنو إسلامي على الإطلاق لأنهم رفعوا رفعوا راية نظام نحن ظللنا نحن يعني كسلفيين كأنصار نظللنا نعارضهم والشعب السوداني كله وقع في مظالمهم كنتم شركاء في السلطة هناك نماذج لا الشراكة في السلطة جاءت بعد العام 2000 بعد العام 2000 بعد العام 2000 بعد ما ينشقوا إلى قصر ومنشية وهذا من تيار موجود نحن لم نكن معه يعني أيزون بيعرف إنه موقف كل قيادي من صورة الإنقاس أدى إلى انشقاقات لكن لكم لم تحاربوا يعني أنا ما ذكر يم تحاربوا كالحرب يعني قبل أن نتجاوز هذه النقطة يعني لم نتجاوز يعني نقل خلق المراحل لكن يعني الطرف الآخر حوربوا أنا ما ذكر لا نحن حوربنا أكثر منهم يا أخي نحن عندما اعتقل مشايخنا في المرخيات في بداية التسعينات ما كانوا ما كانوا بيعتقل بقية العذاب الأخرى نحن نحن عندما صدرت مساجدنا وأغلقت ما كان نعودي الآخرون نحن لما تمت نحن حدث لغاية ما تمت تقتيل في داخل يعني مساجدنا من قبل عناصر محسوبة إلى الحركة الإسلامية ده معروف وحتى المشاركات اللي جات أخيرة دي جات في إطار صلح جراء شنو جراء هذا الظلم الذي حدث بقت عام 2000 لما لما المركز العام في السجانة بعد الصورة المحمدية ذهبت لتملأ فراغ الحركة الإسلامية الإنشطر بخروج الدكتورة الترابي نحن كتلة كبيرة رفطنا جماعة الشيخ أبو زيت وكده فبرضو ده من باب العدلي إنه طالما أصلا موقف أي قيادة في أي حزب أدى إلى تشارسهم العجب كذلك موقف القيادات الموجودة يوسف الكودة ومحمد أبو زيت أدى إلى تشارسهم حقه على الأقل يقال إنه في تيار كبير عريض بقيادة الشيخ أبو زيت لم يشارك شنو في هذا النظام مع الإسلاميين وظل يعرضهم حتى الآن ده من ناحية الناحية العام ما يقال هذه الثورة ثورة الشعب السوداني ليست ثورة حزب حتى لهذه الثورة تجاوزت الأحزاب ابتداءا الأحزاب لحي قد بيح لحق إذن الشعب السوداني اللي طلع ده صح نحن معاه الشباب يشرئب ويتطلع إلى سودان أفضل سودان فيه حرية سودان فيه حقوق لناس سودان فيه تنمية ورخاء بلد فيه خيرات هذا متفق علي ما فيه كلام الاختلاف وين الاختلاف إنه حسن بيقول لك إنه يعني فزاعة الدين ومدين الناس اللي جوا في كل حرية والتغيير وتبوؤوا المقاعد بتاعت السلطة ما الذي يفعله هل انبروا للإصلاح الاقتصاد الذهب هناك ليصلحوا الاقتصاد هل انبروا للإصلاح بتاعت إنه البلد ثرواتها تخرج ويستفيد منه عشان يعالجوا المشكلة الاقتصادية هل بعدين الإنقاذ دي هي ما ظلمت كل الناس ظلمت كل شرق أهل دارفور شرق السودان في أي منطقة المناصير في أي مكان ما تركت فيه هل هذا الكلام كان استهدف يعني جهة بعينما استهدفت السودانيين كلهم بكافة لما إذن الشعب السوداني عانى ويلات جهاز الأمن القمعي لما كان بيدعو للحريات إنه ما يكون في جهاز أمن قمعي تكميم أفواه الناس وغيره لكن في النهاية أين ذهب مسؤول الفترة بتاعت الحكومة بتاعت قول الحرية والتغير ذهبت أولا لتبحث عن تعديل المناهج وأن المناهج كلها حشو وما وجد القراء في الحشو إلا القرآن إلا القرآن الكريم أول ما استهدف في الحشو القرآن الكريم إذن هو الذي استعد أناس ما كانوا محسوبين على شنوه الإسلامي استعد شعب السوداني ما كان مناصرا وخلاهم كذلك لما جاء يعني وزير العدل نصر الدين ذكر دكتور كمال في معرض كلامه إن الأديان عالجت أكثر حاجة المشاكل المسائل الاجتماعية مسائل الاجتماعية دي الآن أين توجد في قانون الأحوال الشخصية المعنى بأقرب يعني الناس لحاجياتهم الوزير ذهب طوالي لتعيين لجنة أسرع إلى تعديل قانون الأحوال الشخصية هل كانت قضية شعب السوداني هي قضية بتاعت صفوف بتاعت بنزيم قضية بتاعت أموال منعت قضية بتاعت مرتبات قضية بتاعت ولا كانت القضية قضية بتاعت شنو قضية بتاعت حضانة وأحوال شخصية وغيره حتى إذا كانت دي قضايا ما هي الأولويات بالنسبة للحكوم يا أخي ألم يقل حمدوك نفسه إنه ما وجد برامج ما ألعطي برامج من قبل كل هذه الأحزاب ما في حزب إندو رؤيا عشان يبليوا برامج ودي كانت إشكالية هذه الأحزاب اللي بتعيد الدائرة الجهنمية دي لما كانت بتجي الجمعية التأساسية وكل نصبية أنا سنة 86 ما كان عندي حق الترشع لأنه كان عمري 16-17 سنة لكن شاهدنا المناقشات ما بين حاشم بام كارل بمسل شرق السودان وما بين الأب فليب غبوش وما بين عمر نور الدائم وغيره كانت عبارة عن سجالات لا فائدة منها والشعب السودان لم يستفد منها شي دي اللي قاعدة تعيد الدائرة برضو خليني أسير إلى حاجة مهمة زكر في آخر حاجة زكر دكتور كمال في إنه السرقة قبل 84 ما كانت ما كانت موجودة إلا بعد 84 وذلك يشير إنه السرقة مرتبطة بقوانين الشريعة الإسلامية التي جاء بها النمير في ذهنية السامع وذلك كلام ما صحي يقم مصور خالد كتب كتابه بتاع السودان والنفق المظلم قصة الفساد والاستبداد أنها قبل سنة 84 اللي بيقولها كتاب من 500 صفحة تقرى فيه قصة الفساد والاستبداد حتى كاتب فيه دخنوا سلكت دخنوا سلكت دي منصور خالد بتكلم عن بتكلم عن استيرات شركة بتاعت سجاير حار وغيره وما بالمواصفات كان اسم بتاعه منصور خالد بتكلم عن عن عربية المجروس تجاوز المؤسسة كان فساد موجود يا أخي وإذا كان الفساد بعد 84 ما كان فيه انتفاضة في 85 ولا كان فيه انتفاضة ضد عبود سنة 9 عجنو 64 وبالتالي كل كان الشعب السوداني يعاني من من فساد سابق لا علاقة له بالشريعة الإسلامية ولا بالنصور وضحت 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 أستاذ محمد زكريا زان دكتور يعني في فترة الانتقالية الأولى فترة حمدوك دخلت الأحزاب فأفسدت الحياة السياسية قامت بالبحث عن تعديل المناهج والحديث عن القرائي كما ذكر وتعديل القوانين التي قام بها وزير العدل السادق نصر الدين أين الديمقراطية في هذا المسلك كما ذكر طيب أول حياة طبعا أنا كنت محمد أنا أول حياة جزء من الغوانين دي بتحدد أنا محمد زكريا أنا أعوض في لجنة الأحوال الشخصية وكنت أيضا جزء من اللجنة تحت التعديلات المتنوعة وحقيقة يعني إحنا في فترة السنتين دي قدرنا بنصوص كثيرة جدا جدا كانت هي يعني هي بالصادح حقوق الشعب السوداني تماما زي شو نصر نظام العام الغانوس هي السمعة غانون النظام العام الراية طبعا لأنه هي الغوانين كانت كثيرة طبعا الغوانين بالذات يعني مثلا الغوانين العام أو غوانين ولايات كان حياة ضخمة جدا يعني وكانت القصة يعني لأن الفترة والحياة كانت فترة محدودة جدا الناس اكتفوا إنه والله المواد المتعرضة بالحقوق الحريات العامة التي تتعارض من الحقوق الحريات العامة تتعدل حتى إن كان فيها نص دين أيوة لا ما قصت يعني حتى حتى فيها تعددت وكان فيها نص دين واضح حتى الحياة التي تترتبط بمعارسة الدعارة دي معادة مشوهة جدا كان بيحتقلوا بها الناس ما عندها أساس الغوانين هي كانت كانت بتجعل بتجعل القصة وعدلناها بن شكل صحيح كان شلو الشكل الصحيح الشكل الصحيح إن كنت في ممارسة الدعارة زمان كان الرجل الشرط ده والشخص اللي بيجي بنفس ده بيجي خاش بيس زي المنطقة دي لو لقى رجال ونساء موجودين يستطيع النازل كلهم نحتبرهم متهمين كويس كلهم متهمين لكن التعديل التم إنك فعلا بتستهدف الشخص اللي مارس الدعارة ده التعديل كده الشخص اللي مارس الدعارة ده بتستهدفه ما بتأخد الناس بالشبهة النص كان نطم مصاص وكان الهدف الأساسي منه مرع الاجتماعات العامة كل كل الغوانيكية كانت كلها الأساس بتاع مصادرة حق شعب السودان يعني دار أوريك محمد زكريان يعني حتى يعني حتى الناس اللي قاعدين في مثلا بيت تسمى بيتا دعارة مثلا ده يعتبر المحل دعار خالص في الغانون السابق ده محل دعارة يعني مثلا تلقى مثلا زول بتعمل في قهوة تلقى ناس بيغانون بيرقص ومع بعض تلقى ناس بيمارس دي المعندوم بيتمشي بتستهدف الشخص بيمارس الدعارة فعلا ما تسمى بيخليك تستهدف زول غير ما مارس الدعارة فالغواني دي اللي نغاز دي عملت أشياء خطيرة جدا يعني يعني ما قاعدنا سردناها للشعب السوداني أول حال ما كان عندنا وقت نشرح للناس دي حقيقة ما كان في وقت نشرح للناس لين ناز عملت كده الناس عملت كده يا أخوان مثلا ديكم خدمة مدني دي لينغاز عملت منها باب كبير جدا جدا لإحالة الناس للصالحة العام عملوا غانون الصالحة العام عملوا الإحالة للمعاشة الاختيارة عملوا الإحالة للمعاشة الإجبارة عملوا الخصخصة عملوا مليون نصف الغوانين دي على ساس من يشير وفيها الناس المختلفين معاهم سياسي وإدولوجيا شالوا ناس صادروا ناس ذي غانون الإحالة الشخصية دا ومعاهم غانون الجرات الجناية والغانون الجناية دي الغواني عملت بعد متمر الإصلاح العدلي والغانون سنفحت تزعين المتمر معروف عمليل الإسلامى سنفحت تزعين قالوا النموذج مثلا غانون جرات الجناية دا كان في الثلاثة التمانين بالرغم منه يعني ترابي عملوا حسن الترابي عملوا فيه ودخلوا فيه غوانا سبتمبر. لكن كان بأي حال من احوال افضل من غانون جرات الجناب والزعيم. بمراحل كثيرة جدا. افضل. لانه القاضي يستطيع في الغوانين السابقة. القاضي يستطيع انه يدخل. اذا في شخص يخالف الغانون وزير ولا غفير ولا نيابة ولا شرطة. القاضي يستطيع ان يدخل لحماية حقوق الانسان. الانغاز اول حاجة شالة النظة. النظة كان موجود في الغوانين السودانية سنة ابانو التحقيق جناية السودان. تسعة وتزعين. خمسة عشرين. اربع وسبعين. اه لحد سنة الثلاثة وثمانية النظة كان موجود. الحصل شنو? الحصل انه ناس زي العدل والغوانين دي بصورة سيئة جدا جدا. لدرجة انه انا انا قدامك ده عثرت على خطاب سري جدا. سري للغاية. الخطاب ده كان من رئيس الغضاء الاسبغ مولانا جلال على اللطفي. كان رئيس الغضاء في الوقت ده بعد واحد الزين. بعد سنة من تطبيق غانون جرات الجناية خاطب رئيس الجمهورية. بالخطاب ده قال والله بعد مروس عام كامل من تطبيق غانون جرات الجناية اتضح انه هذا الغانون غير صالح للتطبيق. لا بد من يلغού. وزالما يدار تلغيه تلغي المادة 01 تلغي مادي 13 وتلغي ماديه اعتنىeri 21 وتار 43 او 4 هل تصدق هذا الغوانين من الهكمة السودان حتى الان؟ هل تصدق الان هذه الغوانين الان من انه عندنا نيابة عامة. عندنا سلطة غضائية النيابة العامة تشعل جهاز موازي تماماً للسلطة الغضائية. نيابة العامة الان هي سلطة مستغلة من الغضاء النيابة العامة هي سلطة مستغلة من السلطة التشريعية النيابة العامة هي سلطة مستغلة من السلطة التنفيذية النيابة العامة تمارس عمل غضاء تماما بقد عندنا سلطتين غضايات الآن تبتبع في النيابة دي بمراحل تحدث في هذا الأمر بتفصيل في حلقات قادمات لكن يهمنا هنا تعديل القوانين تحدث باش مهندس دكتور عن قانون نظام العام عن القوانين حتى وإن كان فيها ورد نص ديني واضح عدلت كيف تنظر لتتماشى مع الأديان المختلفة في السودان دعاة التعديد يعني يقولون أن سودان متعدل أديان وعراق والثقافات كيف تود؟ طيب الكلام دا لو ربطناه مع الديمقراطية ويتكلمنا عن أنه لابد من الرجوع للشعب وإلى الآخر دا المفهوم الديمقراطي كذا الآن نفس المارسة الإنقاذ إنه بيتم حياك القوانين في الجنح الليل فأدي مارسو الآن حكومة قوى الحرية والتغير في فترة الآن هو بيتكلم لك عن قوانين بيتم تعديل هل فيه استفتاء حصل لك أنت كسوداني؟ ما حصل وكثير من الأشياء بالمناسبة يعني حتى المسألة بتاع القوانين الأحوال الشخصية الخاصة بالمسلمين كان بيتم تعديل وكان في لجنة مخصصة لذلك وكان بيتم تعديل من غير الرجوع لأي سوداني ولا فيه استفتاء ولا فيه غيره غياب المجلس التشريع الانتقالي لا فترة انتقالية لا فترة انتقالية واحدة من الشروط الموضوعة في الوسيقى الدستورية أنه ما بيتم المساس بالقوانين الموجودة وإنما كانت فترة انتقالية لوقف التدهور الاقتصادي الحاصل في السودان لكن كان الناس متوافقة على أن القوانين ما بتمس البمسة حقومة منتخبة بترجع للشعب السوداني شاكده نقول تلك الديمقراطية اسم لا حقيقة له لا يوجد على مرة تاريخ تحقق خارجي لوجودة الديمقراطية اسم بس الناس بتقوله جماهر شعبنا الأبي وكذا لكن في الفعل المشاهد ما بيكون في حاجة زي ذي كذلك أضف ليها التوقيع على اتفاقية السيداو هل كان بيديم حوله وزير العدل السودان عبدالباري هل كان بيرجع للشعب السوداني كان عنده استعداد لو واصل أنه مباشرة وقع على اتفاقية السيداو من غير أي رجل كذلك أيها التوقيع المبدئي تقريبا وكذلك ما حصل من الشيء المتعلق بإلقاء إلغاء قانون النظام بغض النظر أن القانون وضعه شنو التعديل شنو الموقف منه شنو إلى الآخر لكن الآن عملية وضع قانون إلغاء قانون دي ما عملية بترجع إلى فرد أو ترجع إلى مجموعة من الأشخاص وإنما ترجع للشعب السوداني ما حصل شي زي ذا كذلك العملية اللي كان بيتم بمارسة القراء في التعليم التعليم عملية شعبوية الناس بتودية أولاد المدارس لتعلموا الحاجة المتافقين عليها قام لوحده بوبع مناهج حتى فيها إشكال فني خلي من إشكال الشرعي والصورة فيها سبل الله والعرض المسي للتاريخ الإسلامي في كتاب التاريخ خليني من دي حتى الفنيا أنا راجحت كتاب اللغة العربية كاملا في إشكالات كبيرة جدا لغوية في الكتاب وكذا يعني دي كله بتمشنوا بصورة منفردة من غير يرجع للشعب ويتحدى الشعب بصورة واضحة لحد ما الناس يكفت ضدوا حتى ما من الإسلاميين يعني كانوا يوقفوه ختمية سلفية وكان في حزب الأمة ناس ما كانوا إسلاميين فدبدو لأنه حتى هم الديمقراطية ما قاعدوا يمارسوا غياب المجلس التشريع الانتقالي لمدة ثلاثة سنوات هذا حاجة دي منطقية ما منطقية مع أنه حاجة متوافقة على الموضوع في الوسيقى الدستورية وكان في مصفوفة موضوع أنه يوم كذا كذا حيتم إقامة المجلس التشريع الانتقالي برضو ما وضع ليه عشان تتم خياطة القوانين في جنح الليل لذلك ما بيتكلم عن مسألة محاربة الفساد كان موجود حتى في فترة الحرية والتغيير الفساد كان موجود وإحنا شهدنا يعني منظمات خيرية منظمات كده ما كان عندها لكن شرعيا ما زالت القانون الدعارة التي حدث عنها كيف ترغب إليها دي خلال أستاذ حدث زكري تتكلم عنها تفصيل هكينا بتتكلم عن الفهم العام في إنه كيف متى يشرع وإلى الآخر الشيل البسدر العقب عليه برضو ما يتعلق ب نحن نتكلم عن الديمقراطية في السودان بس طيب ما مشكلة نرجع للديمقراطية في السودان مع إنه الديمقراطية في العالم ذكرنا الأمثلة على تشوهها طيب نجي في السودان من الدول الديمقراطية دي نفسها مع إنه ما ممكن تكون ديمقراطية كتر من أمريكا وبريطانيا يعني الناس عن شواء زي ما قولوا نفسهم طيب نجي للسودان السودان ما كان محتل من بريطانيا ما كان بريطانيا بتسفك الدماء في الثورة المهدية ما كان بريطانيا بيتمارس نوع الظلم على ثورة اللواء الأبيئ طيب دي دولة ديمقراطية ومارسة ضدها نوع من الظلم ونوع من الدكتاتوريات لأنا ما بذكرها كنموذج من النماذج الفاشلة جدا للديمقراطية طيب كذلك ما يتعلق ب بس تعليق أخير حول ما يتعلق بالوضع الاقتصادي ويتكلم انه الوضع بجماعش كويس كيف الكلام ده ما يدخل في عقل سوداني يعني لما سقط البشير كان الدولار عام 90 جنيه ولان لما سقط حمدوك كان الدولار عام 540 أو 400 وشوهية البنزين تضاعف 28 ضح أسأل أي سوداني عن فترة البشير وفترة قوة الحرية والتغيير كلام ده ما دفعنا عن البشير أنا عندي اعتراضات وكنا معرضي لها لكن الفترة بتاع التحقيق والحرية تغيير لا يمكن وصفة بتاعة بأننا أصلحت اقتصادية كان فيها فشل كبير جدا في جوانب كثيرة بأننا الجانب الاقتصادي وحسب للحاجة دي المواطنة البسيط يعني نعم في دقيقة يعني رض على مسألة تعديل القانون طيب أول حقيقة في المسألة بتاعة القوانين ونحن كمحامين أصلا بنتفك في الإطار العملي في قوانين مشوهة في قوانين أصلا نصوص يعني تمت الإساءة إذا في نصوص فاتفاضة مثلا المادة 152 مثلا من القانون من القانون الجنائي بتاع أفعال الفاضحة مثلا أفعال الفاضحة أي وزأل أفعال الفاضحة أزيل الفاضحة ولكده ده قانون على هواب طاعة الشرطة يفسروا زي مدائره وإن في الإطار العملي أصلا في إشكالي كان هناك لديه الحق في تعديل هذه القانون متفق لا متفق متفق بين كل قانون تعتميط إبراء يجيبوه في محكمة نيالة أسألهم وأقول لهم أنتو جايبين لكم لشي تقول لي أنا لانو مالك ما كنت لابسة شرابات وما كنت كده أنا قدام القاضي بقول لها يخي زوجة القاضيات أمبارح ما شبهينها متحننا ورسمة وابتاش تحيق في عربيت وما كانت لابسة شرابات فالقاعدة القانونية قاعدة عامة قاعدة مجردة توضع للعامة ما بتوضع لأشخاص معينين دي واحدة من الإشكالات لكن إحنا إشكاليات نفي إنه لماذا هذه الإشكاليات تنسب إلى الإسلام الإشكاليات دي ما تنسب إلى أشخاص مثل أي شخص آخر يقيم قوانين شنو قوانين خاطئة أو كده أنا دير أقول الأستاذ ده بدأت أستاذ شمس الدين الديمقراطية في الميزان هل مشكلة الديمقراطية في السودان بالأمس هل مع الإسلاميين لما كتب محمد رحم أحمد محجوب كتابه الديمقراطية في الميزان ده ألم ينعى الإشكال الخلافة الذي بينه وبين الإمام الصادق المهدي في الستيناء يعني إشكالياتنا في الديمقراطية مموروسة أحزابنا الآن هل هي أحزاب تمارس ديمقراطية جماعة وفاقد الشيء لا يعطيه فأنا ما عارف إنه نحنا بنتكلم كيف يعني أنا 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 برأي إنه في أزمة تتخطى حتى المصطلع ذاته دي أزمة معنية بشنو بالأحزاب السودانية بالمثقف السوداني بالقيادة السودانية ده في الإطار دي بتتخطى لكن خلينا نحنا نناقش في موضوع بتاع الديمقراطية دي من جانب شنو كجانب أيديولوجي وكجانب ممارساتي دهسي أنا سؤالي المهم الكبير إنه هل يقبل كل دعاة الديمقراطية الديمقراطية إذا أفضلت إلى نتائج إنه الإسلام يجي على سدة الحكم مباشرة سيجيب عن هذا السؤال لأستاذ شمس الدين في دقائق لأنه اقترب الزمن من النهاية إذا أفضلت النتائج إذا أفضلت النتائج من النجي نبقى نمست نصار صنة أو ناس دعاة الإسلام ومتطبق الشرع الإسلامي إذا جاءوا عبر صناديق اختراع عبر عملية ديمقراطية هل ستوافقون عليهم؟ هم أن هناك تحفظات على أصل الدين يعني يشوف أنت عشان تقيم نظام ديمقراطي يجب أن يعني ترتب لهذه المسألة وإنتهى السعادية إذا كان نحن دارين نتكلم عن الخارج حركة أردوغان حركة أردوغان في تركيا هي حركة إسلامية لكنها موجودة في دولة ديمقراطية موجودة في دولة ديمقراطية البناء بتاعها أصلاً ديمقراطي قائم على الحريات قائم على الدستور قائم على المواطنة المتساوية أوكي قائم على حرية النشر قائم يعني كل المؤسسات بتاعها قائم على انتخابات الحرة النزيهة ففي حالة وجود يعني يعني تجمعات أو أحزاب إسلامية بشكل اللي اللي تمارس به التمارس حزب العدالة والتنمية في تركيا لازم لا على الإطلاق مباشرة يعني 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 الأمر لا يلا يتعلق بالعداء بالبدين هذه على الإطلاق لم يكن في أي لحظة من هذه اللحظات العداء لمشروع أساساً يصادر الدمقراطيات لأنه لا يؤمن بالمواطن المتساوية لا يؤمن يعني الحديث اللي تحدث عنه الضيف كريم الأستاذ محمد خلف الله أنه العدالة والمساوية الحديثة الحديثة خطير جداً جداً لأنه يعني لما نتحدث أنه الإسلام فيه عدل لكن ما فيه مساوية ها هذه مسألة خطيرة جداً لأنه الإسلام في الأساس لما نتحدث عن الكرامة اللي ولد الناس يعني بحديث الكرامة دي هو حديث للمساوية بين الناس ودكتور كمال تحدث عن دولة المدينة يعني حتى في دولة المدينة الحقوق والواجبات لم تكن على أساس العقيدة هنا الحديث في الحركات السلفية والحركات الإسلامية الموجودة هنا الحقوق والواجبات تقوم على العقيدة وهذا ما يتناقض ويتعارض مع الديمقراطية أساسا ويتعارض مع العدالة ويتعارض مع المبادئ الكلية للإسلام فحالة أنه تكون لدينا مؤسسة لكون لدينا دولة ديمقراطية يعني بحقوق المواطن المتساوية بالحريات مكفولة للجميع بالحريات النشر للجميع هذه بعد يدى أي جهة يمكن أن تأتي وليها حق كل الحق وليها كل الاحتمال وضحت محمد محمد خلف الله فرصتك سنجيك لفرصتك في مشكلة حتى لا يضيع السؤال بأن الحركات السلفية والإسلامية وغيرها والتي تنتسب إلى الإسلام يعني الحقوق والواجبات فقط تقوم على العقيدة هو يتحدث عن أنه للمسلم فقط دون النظر إلى حقوق البقية هذا كلام ما هو صحيح يعني لو رجعت لتاريخ السياسة الشرعية ابن القيب رحمه الله يدو كتاب كامل اسمه وحكام أهل الذمة يتحدث فيه عن علاقة المسلمين مع غير المسلمين في الدولة الاسلامية عندنا على المرة التاريخ عندنا الأندلوس عندنا الدولة الاموية الدولة العباسية كان فيها كتاب من النصارى ودولة المدينة بتاعت النبي صلى الله عليه وسلم كان فيها يهود يهود بني قريزة يهود بني النظير وكان بيراتهم في ميثاف مع النبي صلى الله عليه وسلم وعندهم حقوق وعندهم مواجهات بس إضافة لنقطة العدل والمساواة أنا قلت القيمة المطلقة في السودان في الإسلام هي العدل القيمة المطلقة لكن ليس معنا أن الإسلام لا يوجد مساواة لا القيمة المطلقة هي العدل العدل أحياناً يكون مساواة وأحياناً لا يكون مساواة لا يوجد طلازم بينهم يعني مثلا الإسلام فرق في بعض الأحكام بين المرأة والرجل وليس ذكروا كالأنثى وفي أحكام متعلقة بالجهاد أحكام متعلقة بأحكام الحيض أحكام متعلقة بأشياء ميراس بالشهادة وغيره موجودة في القرآن كثيرة جدا الأصل المساواة لكن أحيانا الإسلام يرى أن هناك اختلاف في ظروف معينة فيأتي أساس العدل العدل أحيانا يقتضي المساواة وأحيانا العدل لا يقتضي المساواة وإنما فأكل الذي حقت حقه أنا بس عندي سؤال أنه يعني الآن إذا الشعب يعني توافق على حكم مخالف للشريعة الإسلامية بالإجماع يعني ما حكم بتاع طائفة معينة لا في حكم متوافق عليه بين كل علماء المسلمين أنه هو ذو حكم شرعي والشعب يختار خلافه هل في النقطة دي بأيضه الديمقراطية يعني هل بأيضه الديمقراطية والديمقراطية إذا أنتجت ديكتاتورية زي الديمقراطية الجاد بهتلر والجاد بموسيليني هل تؤيد في اللحظة دي لا دكتور كانت تجيل عن هذا السؤال طيب أولا قبل ما جايب على السؤال دا والحاجة دار أقول لك حاجة قاش مهندس فيما يتعلق ب هل تعدكم الشرعية تعدل الغوانين احنا عندنا الشرعية السورية السورة دي قامت أصلا عشان تلغي النظام بايد السابق دا والشرعية السورية دي بتلغي الدساتير بتعطل الأحكام وبتعطل الغوانين بموجب الشرعية السورية دي عندنا الحق الكامل نعدل الغوانين لكن العملوه الكيزان سالة واحد زيزعين مكان عندنا الشرعية السورية هم برضو بقولوا كذا ما عندنا الشرعية يوبين انقلاب أسكري محلش هم يوبين انقلاب أسكري هم المحددات شنو هم يوبين انقلاب أسكري هم يقول لها ثورة الإنقاذ انحنا جينا بثورة شعبية ثورة كامل شعب الأشعبية دا انقلاب معروف 1989 انقلاب قابل عبد الحسن عمد البشير سنة 1989 والناس معروفين وزاع البيان بتاعه. لكن هذه ثورة شعبية حاصرت الغيادة العامة وطلعت كان الشعارات معروفة. وذي طلبات الشارع. لا هل الشعار تحليك الدكتوري؟ ما يذهب؟ ما شوف؟ فحبت بس عن الفرية والسرام والعدانة الشعرية الجامعة. من الدكتور كمان غير القانون الفرعي. ما هي الشعب ؟ هو الشعب ده بتديك الحق ده الشعب. السورة الشعبية. الثورة بتقوم دي هو سؤال عمنا الذي يفوض دكتور كمال بتعديل القوانين هل هل خرج شارع مطالبا بتعديل القوانين بتعديل المناهج بتعديل كل ما أنتجوا النظام أي عالة مطالبات طبعا أنا قاين بثورة شريعنا وكدنا داير خلق قوانين الغاز قاعدة وحياته قاعدة المشكلة الناس ما تتحدث دكتور كمال دكتور كمال الكلام اللي قلت هذا ما صحيح ليه لأنه أصلا في وثيقة دستورية الوثيقة الدستورية عندها 13 مهام مهام الفترة الانتقالية هذه حكومة مهام تعدل القوانين فيما يحقق الأهداف الموجودة الثلاثتاشر وليس من ضمن أهداف مهام الثورة في إنك تتعدل أي قانون لا بتعدل القوانين اللي من حق إنه تحدد المهام الثلاثتاشر بكيف تقدر تنجز الثورة ما زي ما قلت خالفة ما هي موالها في مخالفة وين مخالفة جريت المادة التمانية من تتدل حكومة الفترة الانتقالية في الظار قوانين تتعلق بخدمة المدينية وتتعلق بحقوات الإنسان وتتعلق بغضاء كله موجودة؟ طيب ديما كلها مرتبطة وانا بقول لك في قانون موجود قانون العام 2003 وقانون الصحافة المتبعات قائمة حتى هذه اللحظة ولم يعدل من القوانين التي لم تعدل في عام الفترة اتعدلت فيه انا ما قلت تلك لم يتم تعديل معلش هم اتعدلوا فيما في غانون اتعدل الغانون اتعدلت مواد يعني قانون الحريات الاساسي الحاجات الرئيسية التي قامت على السورة التي يسموها غانون التعديلات المتنوعة اللي كان شامل غانون الصحافة المتبعات شامل غانون الجناية وغانون وجرات الجناية وغانون وجرات المدنية غواني كثيرة جدا مدعلقة فيها المسائل دي كلها مدعلقة بالحريات العامة تمت معالجتها كويس؟ دي حاجات اساسية ضدي من ضم مهام الحكومة الانتغالية ومن ضمها الشعب السوداني لكن انا بتكلملك انو الانغاز دي لما جات دي ما جات بثورة الانغاز دي جات بانقلاب عسكري قام بيو عمر حسن احبايب التزعب التموين سنة واحد التزعين عمر ومطمر الانغاز سنة واحد التزعين ما هش رئيس السورية اللي بتقوله دي هم برضو بقوله ما فش رئيس السورية هم قام بي سورة هم قام بي سورة ما تبغيب سورة ما ايه بيقول لنا جدا يا سورة السورات جامت في سورة معروفة سورة التوبة سورة تبريل ثلاثة سورة في تاريخ السورة انا دكتور كلام لك انو ايه بيقول لك يا اخي انا ما عندي طفوي الشعبي يا مولانا انا عندي والله شرعية ثورية ايه معاك انا بدي لكن انا قلامي او دكتور عشان تفهم مبططي نقطة الشرعية الثورية دي اي زول ممكن يدعيها لا هل بفهم الشرعية الثورية عندها معايير طيب تجمع المهنيين فيه قسمين قوى الحرية والتغيير برضو مقسم منها قسمين ايه جلبي يدعي الثورية الآن الشباب اللي في شارع ديل بيطلعوا مظاهرة يتطلع معاك بي ثورة ات لو يتهمتني انت بيزول فكرة الشرعية الثورية دكتور دكتور شرعية الثورية دموقراطية المعنى الشرعية الثورية يعني الديموقراطية حكم الشعر الآن مجموعة لجنة معينة لجنة معينة الشارع من اردان انه راي الشارع دي الغار عبر الاشتفتاء عبر ريطان انا دار اعرف الالية العرفة ان الشارع ده قال التعليم يكون بالطريقة دي كده دي غرفنا كيف نحن باب الواقع باب الانتخاب يعني انا اجيب لي هنا من الصباح تتجي داخل البقب تجيب الصندوق الصندوق الانتخابات وفي النهاية ما قريت المصحف الديموقراطية صندوقية دكتور كمال انت اعلم ذلك مني يعني الديموقراطية تقوم على اي فعل قانوني او اي فعل تشريعي يقوم على صندوق الانتخابات يعني انت الآن تراقل بسيط هناك دموقراطية خارج الاطار الثورة الشعبية واحدة من وسائل تعديل الدساتير ويلغاء الدساتير الثورات الشعبية الثورة الشعبية او الارادة الشعبية دي ارادة نافذة زي وزي الانتخابات واحد لا كلمة خيرة سبتدين انتهى الزمن يعني اعني اركز على ان الديموقراطية هي قيم ومؤسسات وان هذه القيم والمؤسسات لا تتعارض مطلقا مع المبادئ الكلية للإسلام نعم ان الديموقراطية اذا قصد بها االية من الاليات والوسيلة وتعني اللجوء الى صناديق الاقتراع لانتخاب من يحكم الناس او من يمثلهم فلا تعارض هنا مع الاسلام كوسيلة من الوسائل والاسلام لا يتعارض مع اي وسيلة يعني تأتي من الخارج ما لم تعارض الشريعة لكن في شقها الثاني بمعنى السيادة للشعب والسلطة للشعب وان الشعب يستطيع ان يضع من القوانين حتى اذا عارضت نصوصا شرعية فان هذا هو عارض مع دين الاسلام ولا يمكن ان يقره دين الاسلام انا بقول الديموقراطية اذا عرفت بالكرامة و بالعدل و بالمفاهيم العامة دي فعندنا سؤال هل المفاهيم دي موجودة في الاسلام او لا اذا موجودة فما الدائلة الديموقراطية لا ما في دائلة شكرا جزيلا ضيوفي الكرام البشرانيز محمد خلاف الله الاستاذ محمد زكريا الاستاذ شبس الدين ضوال بيت الدكتور كمال الامين المحامي اشكركم جزيلا شكرا على هذا الحديث حول مفهوم الديموقراطية و الى نلتقي في مساحة قادمة تقبلوا تحياتي الى اللقاء